موسيقى احنا طبعا سنسعى ممرة واحد ان تكون هناك قائمة معبرة عن جميع المهندسين بلا سيطرة ولا اقصاء ده المبدأ الرئيسي مبدأ الثاني دعوتنا الشديدة لجموع المهندسين بالمشاركة في الانتخابات اذا شارك في الانتخابات مئات الالاف من المهندسين سيجيء مجلس سواء كنا فيه او لم نكن فيه ولكنه سيكون مجلس معبر عن المهندسين واذا جاء مجلس معبر عن المهندسين ستقف الدولة له احتراما وسيكون عنده القدرة على تنفيذ البرامج الطموحة للنقابة مجلس النقابة السابق والذي انتزعت او سحبت منه الثقة في مشهد لم يعتده المصريون كان متهما بالاقصاء ومتهما بان هناك فصائل معينة ينحاز اليها او ينحاز ضدها هل تير الاستقلال سوف يكون هناك اقصاء لفصيل معين حتى ولو كان من انصار مجلس النقابة السابق على الاطلاق لن يحدث هذا طيار الاستقلال من اسمه ومن شعاراته ومن ممارساته الممتدة لأكتر من 15 سنة طيار يحرص على استقلال نقابة المهندسين واولى عناصر الاستقلال ان لا تدخل في العمل غير مسموح العمل السياسي الحزبي لن نسمح ان يكون هناك عمل سياسي حزبي داخل النقابة العمل السياسي الحزبي هو الذي يفرق المهندسين اما العمل النقابي الجميع فيه سواسية جميع المهندسين مطالبين بالعمل داخل النقابة وستكون النقابة نقابة حرة مستقلة لا تمييز فيها نقابة مفتوحة للجميع لا تمييز ولا اي اقصاء لأي شخص مهما كان لونه السياسي طالما انه لا يمارس العمل السياسي الحزبي داخل النقابة مجلس النقابة باذن الله الجديد والقادم سيكون مدافعا عن مصالح المهندسين نمرة واحد المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المهندسين ستكون على قائمة اهتماماته نمرة اتنين الدفاع عن المهنة وعن مهنة الهندسة سيكون نقطة محورية في جدوله نمرة تلاتة دفاعه او مشاركته كاستشاري للدولة في المشروعات الهندسية ستكون من النقاط الاساسية في برنامج النقابة القاسم اشتركوا في القناة